السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والحمد لله على ما قدره بحكمته من دقيق الأمر وجله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فاتقوا الله حق التقوى واعلموا أنكم سائرون ليوم يحاسبكم ربكم جل وعلا أيها المؤمنون اعلموا أن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله إن المرض الذي يصيب الإنسان فيه خير للمؤمن فيكفر الله جل وعلا به السيئات وقد يرفع الله بسبب هذا المرض الذي ابتلى به المسلم قد يرفع به درجاته ويجوز للمريض إذا أصابه المرض أن يبحث عن علاج يتعالج به ويتشافى به وقد يجب في بعض الأحيان أن يتناول هذا العلاج وهذا لا يعارض القضاء والقدر بل إن تناول الأدوية من الإيمان بالقضاء والقدر ولا شك أن الصبر على المرض وإن كان شيئا يسيرا ومعتادا هو أفضل من العلاج ولو تعالج الإنسان فلا حرج عليه وحينئذ نجمع بين الآثار التي دلت على أهمية الصبر على المرض وبين الأدلة الأخرى التي أمرت بالتداوي والعلاج ثم أعلموا رحمكم الله أن العلاج نوعان نوع بالأدوية المعروفة عند الأطباء وفي المستشفيات ونوع آخر من الأدوية ومن أنفعها وأنجعها هو العلاج بالرقية والتداوي بالنصوص الشرعية مما سيأتي ذكره وكلاهما التداوي عند الأطباء أو التداوي بالرقية مما جاءت بالأدلة الشرعية الحث عليها ولذا سننخص الكلام في هذه الخطبة عن الرقية الشرعية كيف نعملها وما الجائز فيها وما النملوع منها حتى نعرف أن هناك علاجا قد غفل عنه الناس وهو التداوي بالنصوص الشرعية أيها المؤمنون اعلموا أن الرقية الشرعية لا تجوزوا إلا إذا توافر فيها ثلاثة شروط الشرط الأول أن تكون بكلام الله أو بأسمائه أو بصفاته فإذا رقاك إنسان وتمتم كلاما غير معروف أو استعان بجن فإن هذا هو الشرك الذي نهى الله عنه فإن الرقية لا تكون مشروعة إلا إذا كانت بكلام الله لما جاء في كتاب الله أو كانت بأسمائه وصفاته الثاني أن تكون باللسان العربي أو بما يعرفه معناه وليس أن يأتيه منكسرا منيبا خاضعا ذليلا وهذا لا يأتي إلا إذا شعر الإنسان بغصة برارة المرض في نفسه فإن الأكمل في التوحيد والأنفع في الشفاء أن ترقي نفسك بنفسك القرآن الذي لديك هو القرآن الذي لدى الشيخ ما تقرأه أنت هو ما سيقرأ عليك إذا ما الفرق حقيقة لا فرق ولذا تجد الناس يسافرون من مكان إلى مكان أو يتقصدون أو يدفعون الأموال لأجل من يقرأ عليهم ويرقيهم لماذا؟ لديك رسان عربي تعرف تقرأ افتح المصحف وارقي نفسك بنفسك فإنه أنفع لك وأخلص لك وأوجب في توحيدك أيها المسلمون قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه ويرقي أهله لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن الأفضل أن يرقي الإنسان نفسه ثم أن السبب الثاني مما يدل على أن رقية الإنسان لنفسه أفضل من الذهاب لغيره أنه أعظم في التوكل لأن طلب الرقية من الغير فيه قصور في جانب التوكل ولذا كان من صفات السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم فإذا أردت أن تكون من هذا الصنف احذر أن تطلب من أحد أن يرقيك ما الحل؟ ارقي نفسك بنفسك فإنه أنفع في الشفاء الثالث من الأسباب التي تدل على أفضلية أن يرقي الإنسان نفسه أنه أيسر وأكثر فمتى ما استطعت أن ترقي نفسك وأردت ذلك أو أراد أهلك باستطاعتك أن ترقيهم مرارا وتكرارا ولا تحتاج إلى حج المواعيد أو الذهاب إلى مسافة طويلة حتى تتحصل على شيخ أو إمام يقرأ عليك الرابع أنه أبعد عن الفتنة وخاصة في جانب النساء فإن الشيطان قريب ومخادع قد يغري هذا الذي يقرأ على هذه المرأة أو يغري هذه المرأة بمن يقرأ عليها ولا شك أن الله جل وعلا حذرنا من اتباع خطوات الشيطان كما قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر أيها المسلمون ليس هناك طريق للرقية لا بد منه بل الرقية بالقرآن نافعة بإذن الله على أي وجه كانت فمن ذلك أن يقرأ الإنسان على نفسه أو على المريض الذي أمامه وينفث بعد القراءة يقرأ آيات ثم ينفث على جسد هذا المريض إما جسد نفسه أو جسد الذي أمامه سواء كان بعد قراءة صورة كاملة أو بعد قراءة آية أو آيتين كل ذلك جائز وليس هناك طريقة معينة للنفس وإنما القرآن كله نافع نفثت بعد قراءة صورة كاملة أو بعد مجموع آيات أو آية أو آيتين كل ذلك لا حرج منه وإن وضعت يدك على مكان الألم فإنه نافع أيضا مع القراءة وقد جاءت الأدلة بنحو ذلك والنفس هو إخراج الهواء من الفم ومعه شيء من الريق ولو نفث ولو قرأ بدون نف فإن ذلك جائز ولله الحم فالمراد قراءة آيات الله على جسد ذلك المريض ومن الرقية أيضا أن يقرأ الإنسان في ماء أو في عسل أو في زيت زيتون فيشربه المريض أو يدهن به في موضع الألم قال الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قال أن ينفث الإنسان بريق تلا فيه القرآن الكريم مثل أن يقرأ الفاتحة وينفث في الماء فإن هذا لا بأس به وقد فعله السلف وهو مجرب ونافع بإذن الله ومن الرقية أيضا أن تقرأ القرآن وتنفث في يديك وتمسح على مكان الألم قد جاء على عيشة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسح بيده الشريفة وأمسح بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي فتستطيع أن تقرأ وتنفث في يديك وتمسح على مكان الألم وفي صحيح البخاري رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات وهذه من التعويذات التي ينبغي أن نحرص عليها كل ليلة إذا أوينا إلى فرشنا أسأل الله جل وعلا أن يشافي ويعافي كل مريض ومبتلى أقول ما تسمعون استغفروا الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه وسار على دربه إلى يوم الدين أيها المؤمنون وإنه مما ينبغي التنبيه عليه أن مدة الرقية تختلف باختلاف المرض والمريض فكما أن الأدوية المعاصرة تحتاج اليوم لاستعمالها وقتاً قد يقصر وقد يطول فكذلك الرقية تحتاج إلى وقت قصير وقد يطول هذا الوقت فعليه لا يستطيل المريض المدة ثم يذهب للسحرة والمشعوذين فإن هذا قد يذهب بتوحيده ويخرجه من دائرة الإسلام بل عليه أن يرقي نفسه ويقرأ على نفسه ويسأل الله الشفاء حتى يأتي وقت الشفاء من الله ثم أعلموا رحمكم الله أنه قد جاءت أحاديث نبوية بطرق مختلفة الرقية تدل كلها على جواز هذا الطرق ومن ذلك أن يضع الإنسان على يده على مكان الألم من جسده ويقول بسم الله ثلاث مرات ويقول سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر يقرأها سبع مرات على مكان الألم الذي وضع يده عليه بعد أن يقرأ ثلاث مرات بسم الله فإنها كذلك من الرقية التي تنفع بإذن الله جل وعلا ومن أنواع الرقية أيضا أن يأخذ الإنسان من ريق نفسه ويضعه على إصبعه ثم يضعه في التراب فيعلق شيء من التراب ثم يمسح به موضع الجرح أو موضع الألم ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا فقد جاء في صحيح الإمام البخاري عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتك الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا ووضع سفيان ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها فعلق شيئا من التراب في إصبعه ثم قال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا ثم يضعه على مكان الألم وهذا قد ثبت في صحيح الإمام البخاري أيها المؤمنون قصة عجيبة تبين لنا كيف أن صورة الفاتحة من أعظم صور القرآن التي يرقى بها المرضى كثيرا من اليوم قد يلم بأبنائنا صداع أو الفونزة عارضة أو زكام ثم نسرع به إلى الطبيب وننسى ونتغافل أن هناك أدوية شرعية هي من أعظم الأمور التي يستشفى بها فلماذا لا تقرأ على إذنك الفاتحة إذا أصابه شيء من هذه الأمراض فإنها والله إن صادفت قلبا متوكلا فإنها من أنفع الأمور لشفاء تلك الأمراض قد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال نزلنا منزلا فهل فيكم من راقم يعني هل فيكم من إنسان يحسن الرقية فقام معها رجل مننا يعني من الصحابة قال ما كنا نظله يحسن الرقية فرقاه بفاتحة الكتاب سورة الفاتحة رقاه بفاتحة الكتاب فبرئ من وقته وكما جاء في الرواية الأخرى فكأنما نشط من عقال وقد جاء أن لدغته حية فقرى عليه الفاتحة فأذهب الله ذلك السم وقام من ساعته فأعطوه غنما وسقوه لبنا فقلنا أكنت تحسن الرقية أكنت تحسن رقية فقال ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب قال أبو سعيد فقلت لا تحركوها حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما يدريك فقال ما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم معكم ففي هذا الحديث فائدة عظيمة وهي فضل الرقية بصورة الفاتحة وفيه جواز أخذ المال على الرقية لا سيما إذا كان بعد الشفاء كما قال أهل العلم وكما قال أهل العلم أنه لا ينبغي اتخاذ الرقية مهنة يتفرق لها ولكن لو رقى بمقابل مالي فلا بس بذلك عباد الله صلوا وسلموا على من أمركم ربي بالصلاة والسلام عليه نبينا نبي الرحمة محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على حبيبك محمد بن عبد الله اللهم ارضى عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة وأمهاتنا أمهات المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين وتذل الشرك والمشركين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لديارنا هذه ولسائر ديار المسلمين اللهم اصلح ولاة أمورنا وفقهم إلى كل خير أعينهم على كل طاعة هيئ لهم كل السبل التي تنفعهم وتنفع أمتهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اصرر إخوانا للمستضعفين في بلاد الشام مكن لهم يا ربي اكسي يا حي يا قيوم عريهم أطعم جائعهم أمن خائفهم يا حي يا قيوم فإنهم لا حول له ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اصرر إخوانا في فلسطين اصر أهل السنة في العرام اصره في أفريقيا الوسطى اصره في أركان اصر أي بلد ومسلم يضام يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى صلاتكم ويرحمكم الله